موسيقى طبعا انت عاييس سافر كل حتة ومصر هيه ما انت سافر مصر موسيقى خطة في الاخرة تحطت على الخريطة كان شكلها حل وكل حاجة لما نروح هنبقى نعرف موخي بقى لجلت بتاعينت دوالد انا هطلع على الطريق دعم فيها باشا وبايونيري نجو بتاع وشكلها هرجع مهين يعني هرجع مهات خود انا عدت احلى شهرين في حياتي يعني انا تعبان طول الوقت جعان طول الوقت طول الوقت عايز انام كويس طول الوقت ريحتي وحشة طول الوقت ناقصني حاجات طول الوقت مش مرتاح انا اول مرة استحميت كنساد السابع يوم لقيت شباب كده طوله انا جاي من الكهاري قال لي ايه ده طب احنا عايزين نتصور معاك فقال لي مش سيبه جدا ما اشوف هتنام فين وهتعمل ايه طب بص انت هتنام عندنا نهاردة في الصحراء اكتر حتة قابلت فيها ناس من كتر بنا الناس طيبة اللي هو يفوداني مياه على الطريق دول اللي بيتني عنده في البيت كل مقف اه تتغذيت لا تهتغذى معايا دول الناس اللي شعليتني دي كلها انا كنتش عملت اي حاجة يعني ما بقتش بقى خايف من الطرق ولا خايف نام في الصحراء الحاجة دي حصلت انا كنت في عالم تاني كنت في تايم لاين مختلف في الاول كنت بفكر هو انا هعمل لي بيت الايام دولتي بقيت دهولها انا مرجع هعملي انا مش عايز ارجع بس كده سايلنت لي كرولنج باك ترياليتي مبص على خريطة اللي ما خلصته انا اصلا طالع بصراحة يعني بتحك عنافسي مين انت تعمل ستة اداف كيلو وستين يوم ولا ستة اداف كيلو وستين يوم واصل بقى البيت ميت خاصص مش عارف بصولت ازاي عداراتي كلها وجعاني بسمر خالص تراب وتقريص السنواصل مبسوط سعيد عند لاي ابتسامة دي كده اي حد ممكن يعمل اي حاجة عايز سفرت في مصر بالعغلة انزل الوقت بكرة اخد عجلتك وسافر اي امكانيات اللي عنده لو حط في دماغه ان يعمل سفرية زي دي هيعملها